وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر لمبارك إن الوزارة استكملت إجراءاتها واستعداداتها لتنظيم وتنسيق العملية الدعائية والإعلانية للانتخابات المقبلة وخلال جولة قام بها لتفقد جداول الناخبين الانتخابات البلدية في مقار بلدية المنطقة الجنوبية في الرفاع قال الوزير المبارك إن فرق الدعم المعنية بالدعاية والإرشاد والتوعية ومنح الترخيص ستبشر عملها الفعلي فور الإعلان عن بدء موعد الدعاية الانتخابية مشيرا إلى وجود كتيب يتضمن الإرشادات واللوائح المنظمة للعملية سيتم توزيعه على المترشحين وأوضح الوزير أن البلديات شكلت فرقا من كل بلدية لتسهيل إجراءات الدعاية الانتخابية وتوعية المترشحين والحصول على ترخيص الخيام الانتخابية وتوفير الدعم اللازم قبل موعد الانتخابات اشتركوا في القناة